السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي وطالبات الأعزاء أهلا بكم بلقاء يجمعنا سويا عبر التعلم عن بعد ها نحن اليوم بيوم الخميس بتاريخ 30 نيسان سنة 2020 اليوم أحبائي سوف نقرأ بسرعة وإتقال نص المخبز إذن هيا بنا نستعد للقراءة نظر إلى صورة المخبز نحن اليوم سوف نقرأ هيا نقرأ ما كتب على الشاشة أنا أقرأ بسرعة وإتقان كم أنتم رائعون هيا بنا نقرأ بداية سوف نقرأ النص كاملا هيا بنا المخبز المخبز ذهب معاذ إلى المخبز وقف في دوره بنظام اشترى الخبز وعاد إلى البيت قال معاذ لأخته الخباز عامل ماهر يصنع لنا خبزا لذيذا أحبائي هذه القراءة الأولى هيا بنا نقرأ قراءة ثانية ثم ننطلق إلى تكوين المقاطع بداية نبدأ بالعنوان المخبز ذهب معاذ إلى المخبز وقف في دوره بنظام اشترى الخبز وعاد إلى البيت قال معاذ لأخته الخباز عامل ماهر يصنع لنا خبزا لذيذا جميل جدا أحبائي هيا بنا ننتقل الآن إلى مقاطع لكلمات موجودة في النص هيا بنا نقرأ بداية المقاطع ثم نبدأ بنحاول تكوين مقاطع للحصول على كلمات مألوفة من النص هيا بنا مو اكرأوا معي أحبائي مو داو و أل عفوا اش ل بي ذي ت مخ ق ري ب ز ف ذن ر ه ه ذن ع ت إذن لقد قرأنا المقاطع بشكل جماعي هيا بنا الآن نحاول تكوين كلمات من هذه المقاطع هيا بنا نبحث بداية عن كلمات معاذ إذن كلمة معاذن هيا بنا نقطعها مو عاذن مرة أخرى مو عاذن في البداية أبحث عن المقطع مو أين يقع المقطع مو 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 هذا هو مو مو أحسنتم تبقى لدي عاذن مو أين مقطع عا ها هو أحسنتم مرة أخرى مو ع وها هو مقطع ذن جميل جدا أصبحت كلمة معاذن هيا بنا نكرر مو عاذن أحسنتم جميل جدا هيا بنا نبحث عن كلمة دوره دوره كلمة دوره مكونة من كم مقطع يا أصدقائي دو عدوا على أصابعكم دو ري هي مرة أخرى دو ري هي أحسنتم كلمة دوره مكونة من ثلاثة مقاطع دو ري هي أين هو المقطع دو ابحثوا عن المقطع دو هذا هو دو أحسنتم والآن أين هو المقطع ري المقطع الأول هو دو المقطع الثاني ري أين هو نانا 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 هيا نبحث عنه ها هو ري مرة أخرى دو ري هي أحسنتم جميل جدا هيا بنا نصف لأنفسنا كل الاحترام إذن وجدنا حتى الآن كلمتان وهما معاذ وكلمة دوره أحسنتم هيا بنا نبحث عن كلمة وقفة وقفة بداية كلمة وقفة تقسم إلى ثلاث مقاطع و ق ثان المقطع الأول هو و أنا أعلم أنكم قد وجدتم المقطع الأول وهو هنا أحسنتم يا أبطالي و و أين المقطع الثاني و ق رائعون و ق و و و أين المقطع الثالث وهو ما تبقى لنا و ق ف جميل جدا أحسنتم كل الاحترام إذن و ق ف كل الاحترام يا أحبائي والآن ابحثوا لي عن الكلمة المخبز ابحثوا عن كلمة المخبز المخبز هيا بنا نبحث ال هيا نبحث بالسطر الأول بداية هذا هو المقطع الأول وهي ال للتعريف ال أحسنتم ما هو المقطع الثاني المخ إنها قريبة من المقطع الأول إنها تحت المقطع الأول أحسنتم المخ ماذا الآن ب أحسنتم المخ ب أين هو المقطع ب أين هو المقطع ب ها هو جميل جدا أكرر وأعيد المخ ب ز جميل جدا هيا نصفك لأنفسنا أحسنتم يا أوائل كل الاحترام أحبائي وجدنا حتى الآن هيا بنا نقرأ الكلمات التي وجدناها معاذن دوره وقف المخبز والآن سوف نبحث عن كلمة اشترى اشترى هيا بنا نقطع كلمة اشترى اشترى المقاطع التي ذكرتها اشترى اشترى سوف أعد تنازلي من بداية من العدد عشرة حتى العدد صفر عشرة تسعة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد صفر هيا بنا نجد المقاطع لكلمة اشترى اشترى هيا الألف المقصورة أو الألف اليائية يا أحبائي أحسنتم مرة أخرى اشترى جميل جدا كل الاحترام والآن سنبحث عن كلمة لذيذن أين وجدت تلك المقاطع التي ذكرتها لكلمة لذيذن 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 كم مقطع يا أصدقائي لذيذن أحسنتم جميل جدا ثلاثة مقاطع لا هيا بنا نبحث بالسطر الأول أنا تذكروا أنني أبحث عن المقطع لا لا هذا هو المقطع الأول لا تذكروا أنا أريد أن أبحث عن كلمة لذيذن لا لا أكملوا يا أحبائي لا وجدتها لذي تبقى لدي المقطع ذن وهو ينتهي بتنوين الفتح جميل جدا إذن لذي أين المقطع الذي ينتهي بتنوين الفتح ها هو أحسنتم إذن كلمة لذيذن هذه هي الكلمة مكونا من تلك المقاطع لذيذن جميل جدا والكلمة الأخيرة التي سنبحث عنها بهذه العارضة أو المعروضة هي كلمة فكروا معي فكروا فكروا هي كلمة البيت 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 هيا بنا نبحث هذه هي اللي التعريف وهو المقطع الأول ال بي جميل جدا ال بي تبقى لدي المقطع الثالث وهو الأخير وهو ت أين هو المقطع الأخير ت هذا هو جميل جدا ال بي ت كل الاحترام كل الاحترام كل الاحترام فعلا إنكم طلاب رائعون والآن يا أحبائي انتقلنا إلى الشريحة الثانية في الشريحة الثانية لن أقول أنا مباشرة الكلمة التي سنبحث عن مقاطعها وإنما سنقوم بعكس ما قمنا به تماما إذ سأقوم أنا بتجميع المقاطع ثم نقرأ الكلمة بشكل كامل مثال على ذلك إذا أخذت أنا المقطع ع ركزوا معي إذا أخذت المقطع ع ثم المقطع م ثم المقطع لن ماذا تصبح؟ أكرر وأعيد مرة أخرى عامل أصبحت عامل جميل جدا تستحقون التصفيق الحار جميل جدا هيا بنا نكمل إذا أخذت أنا المقطع المقطع لأخ لأخ مرة أخرى لأخ تي هي أصبحت الكلمة لأخته كل الاحترام جميل جدا لأخته هيا بنا نأخذ مقاطعا جديدة إذا أخذت أنا المقطع إذا أخذت أنا المقطع خب المقطع خب والمقطع زن انتهت بتنوين الفتحي انتبهوا خب زن أصبحت خبزن كل احترام يا لهم من أبطال هيا بنا نكمل هيا بنا نأخذ المقطع ياص نا مرة أخرى ياص نا ع جميل جدا ماذا تصبح الكلمة ياص نا ع أصبحت يصنع كل الاحترام هيا بنا نأخذ المقطع لأ ركزوا لأ نا مرة أخرى لأ نا أصبحت لن لأ لأ نا أصبحت لنا كل الاحترام والكلمة التي أبحث عن مقاطعها هي ركزوا معي أبحث عن ب ما هي الكلمة التي تبدأ بمقطع ب ب هيا بنا نكمل ب ن ض من المقطع الأخير ينتهي بتنوين الكسر مرة أخرى ب ن ض من أصبحت بنظام كل الاحترام كل الاحترام أجمل تحية لطلابي وطالباتي اثنين ثلاث أحلى أوائل جميل جدا والكلمة الأخيرة التي أبحث عنها هي عن مقاطعها طبعا ال الخب مرة أخرى الخب ب زو آه انظروا جيدا وصوا يا أحباء لقد لفظت وكتبت حرف الب مرتان إذن الكلمة التي أبحث عنها هي مرة أخرى الخب ب زو هي كلمة الخباز وهي كلمة مشددة وشدة تكون على حرف الب أحبائي لقد استمتعت باللقاء معكم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم أحبكم جدا 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 أحبكم لو تعلمون كم إذن سننهي هذا اللقاء وسنقول لكم نلتقي بإذن الله مجددا مرة أخرى إلى اللقاء مجددا مجددا اشتركوا في القناة